رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بعث الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء تحية تقدير واحترام لمنتخبنا الوطني لكرة اليد للرجال على أدائهم الرجولي في مباراة دور السمانية أمام منتخب دنمارك وقال الرئيس الوزراء كسبتم احترام العالم أمام الفريق الأقوى عالميا وكنتم ندا قويا حتى آخر لحظات المباراة عبر أداء قوي واحترافي رغم الخسارة متمنين لهم التوفيق مستقبلا إذن تقدير أيضا من دولة رئيس مجلس الوزراء لكل لعبي منتخبنا الوطني لكرة اليد ودموع يحيى الدرع اللي هي صورة القلبة الدنيا دلوقتي يحيى طبعا من أبرز لعبي منتخبنا وبكاء يحيى الدرع ودموعك يحيى غالية علينا وغالية على كل الناس يعني انتوا قديتوا لعليك والله يا يحيى انت وكل زميلك رجالة وقديتوا لعليك وقوع تبكي خلاص الحمد لله اللي انتوا عملتوه قوي جدا والفريق اللي قدامكم منتخب اللي قدامكم أقوى فريق وأقوى منتخب في العالم وانتوا قديتوا أداء بطولي يعني وكفاية اللي عملتوه النهاردة في الماتش والناس كلها وراكم والناس كلها بتدعمكم وكل الناس بتتكلم عليكم وعلى رجلتكم وعلى ما قدمتوه اليوم من هذه المباراة وما قدمتوه بروح قتالية حتى آخر لحظة من المباراة حتى رميات الجزاء اللي هي دايما بنقول رميات التعذيب سواء كرة قدم أو كرة يد أو أي حاجة فيها رميات جزاء بتوب رميات تعذيب وانت وحظك يعني أحمد لحمر دا ما بيضيعش ولا علي زين ما بيضيعوش دي ناس ما بيضيعش كرة فضيع ضرب جزاء فبنقول اللحظة هي بتبقى ضربات الحظ قدم يد غيره لا تبكي يا يحيى أبدا أنت راجل وقدمت مباراة على أعلى مستوى أنت وكل زملائك لكم كل التحية ولكم دايما بقول كده وسام الاحترام ووسام التقدير لكل لاعب منتخبنا الوطني لكرة الإيد وكنا نتمنى طبعا أن نحن نصعد للمربع الزهبي ولكن كنا بنقابل أهم منتخب في العالم أهم منتخب في العالم يعني مش عايزة أقول طبعا هم عندهم حارس مرمى طوله مترين وحارس المرمى يعني أحسن حارس مرمى في العالم وقوي جدا وخبرة كبيرة جدا وأهم لعيبة موجودين في العالم موجودين في المتخب دنمارك ولكن الحمد لله الحمد لله مش عايزين حد يبقى يعني زعلان ولا حد يعيط ولا حد يبكي والحمد لله على كل شيء اللي انتوا قدمتوا قدمتوا يعني أعلى مستوى من الأداء ولكن زي ما بقول كده الحظ النهاردة يعني الحمد لله معلش الحمد لله حمد لله احنا كنا ممكن في آخر ثانية ناخد يعني زي ما بقول كده الكرة كانت معانا وكان ممكن نفوز بالمباراة ولكن هو القدر لما الكرة معانا وناخد طرد وبعد كده ياخدوا ضرب الجزاء يسجلوها ويعني هي دي اللي كانت الثانية الأخيرة زي ما بقول كده هي الثانية الأخيرة هي اللي رجعت المباراة فحمد لله معلش الحمد لله الحمد لله الوقت يعني معلش 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 إن شاء الله خير بإذن الله شكرا ليكو شكرا لنجوم مصر شكرا لمنتخبنا الوطني شكرا على كل ما قدمتوه شكرا للجميع كل من غير ما نتكلم في الأسماء الجميع أبطال رجالة نتكلم يحيو نتكلم المصر نتكلم هاشيو نتكلم الطيار هنداوي سند دودو خالق يحيى علي زين الأحمر كلهم رجالة شكرا ليكو يا رجال مصر شكرا ليكو شكرا ليكو كل واحد احنا كلنا فخرون بيكو كل واحد في المئة مليون فخور بيكو كنا نتمنها ولكن الحمد لله اللي انتو عملتون النهاردة أداء على أعلى مستوى أداء مشرف للغاية ده اللي وصلنا وكنا نتمنها ولكن الحمد لله الحمد لله ضربات الجزاء ورميات الجزاء شرفتون يا رجالة والله رجالة وشرفتوا مصر كلكو رجالة وشرفتوا مصر بهذا الأداء المبهر أمام بطل العالم احنا مش بنلعب أي منتخب بنلعب بطل العالم هم طبعا كان عندهم الخبرة والسيطرة ويعني قدروا يشتغلوا على أعصابنا النهمة العصاب في الآخر هي اللي جابت خلت منتخب الدنماركي يروح للمربع ده الزهبي واحنا نخرج عصاب اللعب حرس منتخب الدنماركي بأحمد الأحمر فخلاه ضيع أول كورة ودي عملت هزة فينا كلنا حتى وإحنا بنتابع وعملت هزة في باقي نجوم المنتخب وبالتالي كان خبرة المنتخب الدنماركي وصلته أن يكون النهاردة في المربع الزهبي ولكن شكرا ليكو شكرا على هذا الأداء الكبير لو هنقعد نتكلم على هذه المباراة وعلى اللي قدمتوه وعلى الشعب النهاردة الناس كلها بتحييكو ما في حد إلا وبيحيي منتخبنا وبيحيي كل واحد فيكو بالاسم رجالة بجد وأداء مشرف لنا كلنا وخروج مشرف زي ما نقول كده هو خروج مشرف اللي حصل من منتخبنا الوطني لكرة اليد كل التحية لكم مرة ثانية على ما قدمتوه طوال فترات البطولة كنا نتمنى النهائي ولكن الحمد لله وزي ما قال لنا يمكن كان معنا في المدخلة الأسبوع اللي فات دكتور أشرف صبح وزير الشباب الرياضة ويوم ما صعدنا بعد فوزنا على سلوفينيا وقال إن احنا هنقابل دنمارك وقال يومها إن منتخب الدنمارك منتخب صعب جدا هو بطل العالم وقال الحمد لله نحنا وصلنا بينا من التمانية الكبر قال كده والله وزير الشباب الرياضة معنا في المدخلة معنا يوم مباراة سلوفينيا وقال نخلي بالنا حتى لو احنا خرجنا من على ايد منتخب الدنمارك احنا الحمد لله بقينا من التمانية الكبرى على المستوى العالم وصلنا للمستوى كبير جدا وطبعا ده ما يخلناش زعلنين اه كنا نتمنى اكتر ولكن الحمد لله رجالة والله كلكم رجالة زي بنقول كده هو ده اللي احنا يعني بنقوله كل الناس بتحقيقوا سيد الرئيس عفتاح السيسي شاكركم دكتور مصفى مدبور رئيس الوزراء شاكركم نجمنا لعالمي محمد صلاح دلوقتي كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم فخورين جدا بكم وبتوفيق لكم في قادم المناسبات اذا نجمنا العالمي ابن مصر محمد صلاح ايضا بيقدم لكم كل الدنيا النهاردة بتهني وبتوارك وحتى على الاداء على الاداء وعلى الروح وعلى ما قدمتوه من مباراة تاريخية بحق فما حدش يزعل منكم ابدا انتو عملتوا اللي عليكم عملتوا اللي عليكم وقدمتوا كل اللي عندكم المطش رايح جاي المطش رايح جاي لاخر ثانية محدش كان مين اللي رايح مين يفوز او محد لاخر ثانية دنيمارك نفسهم مش مسادين انهم صعدوا المربع الدهبي مش مسادين انهم هذا منتخب مصر دنيمارك اللي هو يعني بطل العالم مش مسادة انه ضيعنا كرتين رميتين جزائيتين وهم ضيعوا واحدة وفازوا برمية جزائية هم يعني انهم فوقوا بمستوى مصر وباداء مصر داخلت مصر في الاول تلاتة صفر الاول في اول دقيقتين تلات دقايق كنا احنا تلاتة صفر واربعة واحد وخمسة اتنين يعني بالمستوى ده الحمد لله الحمد لله مش عايز حد يزعل ابدا 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 ابدا